بخلاف العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل والغاشم والوحشي على أبنائنا في غزة الحقيقة إسرائيل هذا الأسبوع فتحت الجبهة الجديدة وهي جبهة جنوب لبنان بمنتهى السفور وبمنتهى عدم الاحترام للشرعية الدولية ولا القانون الدولي ولا المواثيق الدولية ولا الحق الإنساني ولا أي حاجة أبدا الأمر ما انتهاش عند الوقعة بتاعت تفجير أجهزة البيتجر وأجهزة الهواتف الخلاوية عن بعد اللي دمرت فيها إسرائيل حوالي ستلاف أو سبع تلاف جهاز كان واصل إلى لبنان واستلموه عناصر حزب الله في الوقعة الكبيرة اللي احنا كلمنا حضراتكم عنها الأسبوع اللي فات وقالنا إنها وقعة تمثل اختلاف نوعي تغير نوعي في شكل الحرب وشكل الاغتيالات السياسية والاستهداف السياسي اللي ممكن يؤدي إلى تغيير في شكل العمليات العسكرية وعمل الاغتيال بعد كده لكن مش دي نقطتي دلوقتي أنا نقطتي إنه إسرائيل لم تكتفي بهذه القصة من بعدها إسرائيل بتشن أعمال عسكرية يومية على الأراضي اللبنانية كل يوم في شهدة بيقعوا كل يوم في مصابين كل يوم في قصف إسرائيل لأهداف في الضحية الجنوبية للبنان ومش بس الضحية الجنوبية لأ ده كمان في مداتك متفرقة من الوسط والشمال بمعنى إنه إسرائيل استباحت الأرض اللبنانية إسرائيل استباحت الأرض اللبنانية وتمارس أعمالا عسكرية ضد القانون الدولي والإنساني بشكل يومي أنا سؤالي هنا أين المجتمع الدولي؟ أين العالم؟ أين الناس؟ أين القانون؟ أين أي حاجة؟ أين أي حاجة لها لازمة؟ فإنها توقف المهزلة الإسرائيلية دي؟ يعني العالم رغم إنها كتبة ومبرر أجوف سكت على قصف وعدوان إسرائيل على غزة تحت شعار أصل إسرائيل بتنتقم لما حدث لها في 7 أكتوبر من العام الماضي اللي هو طفان الأقصى أصل إسرائيل لها الحق في أن تدافع عن نفسها أصل إسرائيل لازم تضرب وتطهر غزة من حماس وخلايا حماس فالعالم والمجتمع الدولي والقوى الغربية ابتلعت هذا الطعم وابتلعته بمزاجها ابتلعته بمزاجها لأنه جاي على هواها ما أخذوا بالكو الحاجات اللي ما بيجيش على هوا المجتمع الغربي بيقفولوا زي حرب روسيا على أوكرانيا ما جاتش على هوا أمريكا وأوروبا فهو أفريد المتنصاد ولأ أو ازاي وما يصحش ولا نروح مجلس الأمن وعقوبات على روسيا وعقوبات على بوتين لكن عدوان إسرائيل على غزة بما أنه جاي على هوا أمريكا والقوى الغربية فيبقى ما نروحش المجلس الأمن وما نعملش عقوبات على نتنياهو ولا على إسرائيل وكمان نطلع لهم مبررات عشان يبقى شكلهم حلو المعتدي المجرم هينفع نقول أنه مجرم هينفع نقول أنه عدواني ما ينفعش دول حبايبنا وحلفائنا وإخواتنا سوا سوا هم يحبوا بعضه هم يتصلحوا مع بعضه هم ينايلوا الدنيا مع بعض فلازم نجمل هذا العدوان فبدل ما يبقى عدوان يبقى اسمه حق الدفاع عن النفس بدل ما يبقى قتل ومجازر يتسمى تطهير من الإرهاب وحرب ضد الإرهاب فالولايات المتحدة والقوى الغربية والعالم الدولي شرعانة شرعانة العدوان الإسرائيلي على غزة تحت عنوان الانتقام من طفان الأقصى وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي طب يا عالم يا غربي واللي بيحصل دلوقتي في لبنان اسمه ايه هذه الاستباحة هذه الاستباحة العسكرية للأراضي اللبنانية ذات السيادة لبنان دولة مستقلة ذات سيادة عضو كامل العضوية والأهلية في الأمم المتحدة بتستباح أراضي النهاردة وبتقصف شمالها وجنوبها ووسطها والضحايا الجنوبية كل يوم بمنتهى الفجور ولا حياته لمن تنادي أيضا تحت مسمى انه احنا بنحافظ على أمننا وبنتهر خلايا حزب الله اللي بتشكل تهديد على الشمال اللبناني الإسرائيلي وعايزين نرجع المستوطنين بتوعنا إلى المستوطنات الموجودة في شمال إسرائيل فتحت هذه الذريعة كل شيء مباح بما في ذلك سيادة وأرض وأرواح اللبنانيين